دكتور فهد ما رأيك بهذه المشكلة؟ نريد منك حلا هي تستأمنك وتطلب منك الحل والمشورة الصادقة من المتخصص مثلك تفضل دكتور بداية في كل عرض مشكلة لأي إنسان تجد أن هذا الإنسان هذه الكلمة أنه هذه مشكلة حياته وهذه المشكلة التي ستؤرق مضجعه وهذه المشكلة التي لا يجد لها حلول في كل مشكلة لها إذا رأيناها بمنظار مكبر سنجد أن المشكلة أعظم فبالتالي ردة فعل هذه المرأة وغيرها ستكون أكبر تجاه أي مشكلة أي كانت لابد من وضعها بمقدارها الصحيح لا نقلل ولا نكبر من شأنها هذه المشكلة موجودة ولكن لابد أن نتدارس ما هي أبعاد هذه المشكلة ذكرت الأخت أن زوجها يطالع وينظر في وسائل التواصل ولم تذكر علاقات خارج إطار الزوجية وما هذا ما فهمتم من خلال عرضها لهذه المشكلة فالحمد لله المشكلة أقل مما هي يتوقع الكثير أن هناك أمر ما يسمى بالخيانة لم نسمع كلمة واحدة من ما ذكرت يعني يا دكتور الموضوع بسيط الأمر سهل ليس بهذه البساطة نقول لهذه المرأة الله إزاك خير بسط الموضوع وإن كان زوجك عنده تواصل الأمور هذه ما تستدعي كل هذا التضخيم ومشاعري وفقط يعني وزوجي وربما في رفيق دربي العبارات التي تحس أنها فقدت الأمل أو أنها صعدت مثل هذا نعم وهذا ما ذكرت أنها بالغت في كثير من مشاعرها وطبع المرأة بطبيعتها ذات مشاعر كبيرة وجياشة لكن لا أقلل من شأن هذه المشكلة ولكن عندما نهدأ في حل هذه المشكلة ونحاول نجد الحلول سنجد الحلول بإذن الله لما نبالغ في ردة فعلنا تجاه أي مشكلة كانت سندخل في مرحلة القلق والغضب بالتالي دائما قراراتنا أثناء القلق والغضب تكون أقرب للخطأ من الصواب ما نذكر أن هناك مشكلة ولكن هناك طرق لعلاج هذه المشكلة ما رأته من يعني أو ما لحظته على زوجها من خروج عن النص في مسألة النظر في النساء في الأسواق أو حتى من خلال الصور هذه مشكلة لا بد أن نحددها ونحاول أن نختار الوقت المناسب أن تختار هذه الأخت الوقت المناسب لعلاج هذه المشكلة لأنه بالنهاية لا تفكر مثلا ما ذكرت بالطلاق من أجل هذه المشكلة هذه المشكلة موجودة وأعتقد التفكير في حلوله هو الأولى من تفكير بأبعاد هذه المشكلة نقول لأختنا من رأيي الدكتور فهد أن المشكلة بسيطة هي مشكلة لكن لا داعي نضخمها ونكبرها ونصعدها لأن الموضوع يحتاج إلى تدارك أنا أتحفظ بس على كلمة بسيطة أنا لم أذكر كلمة بسيطة أنا أقول مشكلة لكن ليست المشكلة التي تنهي حياتها أنا أسمع هذا الحروب أنها تقول في السماعة أن الدكتور فهد يقول لأمر سهلات أبدا أنا لم أقلت أن هذه المشكلة ستكون سبب في الطلاق وهذا ما ذكرت هذه مشكلة أكيد أنها تؤرق هذه السيدة لكن لا تصل لدرجة تفكير بالطلاق تفكر بهدوء حتى تجد حلنا لهذه